السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين العزاء إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تحت الضوء في هذه الحلقة سنتناول من خلالها موضوع تأثير المنشآت الصناعية على الأحياء السكنية وهذا الموضوع الذي بات يؤرق العديد من الأسر هنا في السلطنة الذين قدر لهم أن يجاوروا هذه المناطق الصناعية يسرنا مشاهدين أن نرحب في هذه الحلقة بضيوفنا وهم المهندس أحمد بن زاهر الهنائي مدير دائرة التخطيط البيئي بوزارة البيئة وشؤون المناخية والمهندس حيدر عبدالهادي اللواتي خبير التخطيط بوزارة الإسكان والمهندس معمر بن زهران العبري مدير التخطيط والدراسات الصناعية بوزارة التجارة والصناعة نرحب بكم جميعاً وقبل أن نبدأ وندخل في حوار هذه الحلقة نتابع سوياً هذا التقرير هذا أراضي صناعية وهن واقعة وسط للأراضي السكنية لأراضي السكنية ما ماطها حقها يعني مخلوطها بالأراضي الصناعية والأراضي السكنية مدعاية الأراضي الصناعية في الوسط نبدأ بيوت بألاف ريالات ولكن للأسف الشديد ما قدرنا نعيش فيه ما قدرنا نجلس داخل بيوتنا الإنسان جزء لا يتجزأ من البيئة التي يعيش فيها وينتفع بمواردها هذه المنطقة السكنية التي نطل عليها من قمة مجاورة لها قدر أن تجاور المنطقة الصناعية القريبة منها بسبب ازدياد الكثافة السكانية ومن مبدأ الحاجة لمخططات سكنية وبجهود لا تنكر من قبل جهات الاختصاص إلا أن الوضعية التي أمست عليها منازل المواطنين القريبة من تلك المصانع التي يرى أصحابها أنهم الأسبق في المكان من المنازل التي قامت تثير تساؤلات عديدة لكل من يراها على أرض الواقع لنقف مع بعض اللوحات التي رصدتها كاميرا البرنامج في تلك المنطقة السكنية المتداخلة مع المنطقة الصناعية لنقف على مدى ضررها جدار منزل أحد المواطنين ملاصق تماما لورشة صيانة السيارات ثمانية أمتار فقط المسافة التي تبعدها المشآت الصناعية عن منازل بعض المواطنين مخلفات ورش السيارات ترمى في أماكن تضر بسلامة البيئة تصريف المياه وبقايا الزيوت من ويراش السيارات إلى مكان التجمع عملت بطريقة غريبة مشوهة للمنظر العام مما تسبب في تسرب الزيوت والمياه الملوثة إضافة إلى فجوات أرضية خطيرة رذاذ مادة الديزل التي تتطاير عبر الهواء من ويراش السيارات إلى المنازل تؤذي صحة المواطنين وحرية تواجدهم في ساحات منازلهم نعاني منها من تطاير الزيوت ومن تطاير الغبار ومن الأتربة نزيل على المباني الأكل اللي ناكله ما نضيف أبدا نهائيا هذا بيوتنا ننظفهم كل يوم ثلاثة مرات ولكن للأسف الشديد ما كنت ننظف داخل بيتك الضوضاء هي أحد أنواع البلوثات التي يعاني منها المواطنون هنا إلى متى ستستمر وإذا آج ليل ساعة 12 من الليل أما يشتغل طابوق يوم ترن لك المكينة تنسمع من عند المسكينة وإذ سبق لنا التنسيق أكثر من مرة مع المختصين في كل من المديرية العامة للتخطيط والمساحة بوزارة الإسكان والمديرية العامة للشؤون البيئية بوزارة البيئة والشؤون المناخية إلا أننا لم نحظى بمقابلتهم ولأن المواطنين دائما يلتمسون في جهات الاختصاص التعاون وبدل الجهد من أجل إيجاد حل مناسب يرضي الطرفين أصحاب المصانع وأصحاب المنازل المجاورة سرنا البلدية وسرنا الإسكان وما شو كان ما سرنا له ورحنا إلى البيئة فقد تقدموا منذ فترة تجاوزت السنة لكل من وزارة الإسكان ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ووزارة البيئة والشؤون المناخية مشفوعة بتأييد عضو مجلس الشورى مقرونة بنقل المنطقة الصناعية من فنجا إلى منطقة ثميد الصناعية المؤهلة لتكون منطقة صناعية ولكن منذ أكثر من سنة والموضوع لم يستجد فيه جديد ما هو التاريخ الذي سيتم من خلاله حسم أمر ذلك الضرار وكيف ومن قام بإصدار تصاريح بيئية أو بلدية جديدة لمصانع قامت بعد قيام المنازل أي أن عمرها يتراوح من ستة أشهر إلى سنة على الرغم من أن أحد المختصين في الجانب البيئي في محافظة الداخلية كان معارضا لإقامة بعض المصانع الحديثة وأينما تم عرضه في مجلس الشورى من قبل وزارة البيئة والشؤون المناخية حول المراجعة الشاملة لنظام الموافقات والتصاريح بهدف التطوير وفق المعايير الوطنية والإقليمية والدولية لبرنامج تحت الضوء يعقوب بن سليمان المعمري أهلا بكم من جديد مشاهدينا ونبدأ مع المهندس أحمد الهنائي في محور مخاطر وجود المناطق الصناعية ضمن أو قرب الأحياء السكنية المهندس أحمد من خلال التقرير يجد المتابع أن هناك التفاف على القانون لغير الصالح العام من خلال استحداث تصريح بيئي لمنشأة صناعية صناعية حديثة في منطقة قديمة وقرب حي السكني ولكن تمت بموافقة المعنيين في الوزارة بدون علم المعنيين في الولاية شكرا جزيلا أخي أحمد وشكرا من وصل لأخي القائمة على البرنامج حقيقة قد لا يكون التفاف بقدر لا يكون هذه مشاريع أو أراضي صناعية خصصة كاستخدام صناعي وهذه الأراضي الصناعية لو جئنا لتاريخ مثلا توطينها في المكان كأراضي صناعية قد يكون لسنوات حسب الطلاع لبعض الأماكن منذ عام 1990 أو منذ تسعينات كاستخدام صناعي في وزارة بيئة وشو المناخية حقا عندنا تصنيف للمشاريع هناك مشاريع البسيطة وتسمى الشريحة الأولى ومشاريع الشريحة الثانية وهي مشاريع عبارة عن متوسط التأثير ومشاريع ذات تأثير بيئة كبير وهذه معادة ما توطن في المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة على مناطق الصناعية أو في الموانئة الصناعية ما ذكروا التقرير حقيقة من مشاريع تعتبر من المشاريع ذات الشريحة اللي هي الشريحة الأولى والمشاريع البسيطة البسيطة. طبعا هذا التقرير فقط نوضح هو نموذج لمنطقة صناعية وليس تعميم. ومع ذلك الوزارة مثل هذه الأوضاع اتقهت بالتنسيخ مع الجهات المعنية في وضع الحلول المناسبة الآن. لو رجعنا الموافقات البيئية التي صادر لهذه المنشآت وجدت كموافقات في تصريفنا بعد الموافقات البيئية التي تصدر من الوزارة. عندنا موافقات بيئية مبدئية وعندنا تصالح بيئية نهائية. وعندنا موافقات بيئية مؤقتة. هذه المشاريع حاصلة على موافقات بيئية مؤقتة. صاحب الأرض بحكم أن الاستخدام الصناعي له الحق بأن يستغل هذه الأرض. الوزارة تراعي بأن توطن المشاريع لتأثير البيئي البسيط في مثل هذه المواقع. وفي هناك تنسيخ حق قائم بين الجهات المعنية وبصورة لصيقة بين وزارة البيئة أو الشهر المناخية وبين وزارة الإسكان لإيجاد الحلول. متى ما تضح وجود مثل هذه المشاريع فعلا قريبا من مناطق السكنية وضرورة إيجاد حلول لها. تأكد تماما بأن هناك تنسيخ قائم بين وزارة البيئة ووزارة الإسكان في نقل هذه المشاريع للمناطق الصناعية. هل هناك مثلا تحدث أن بعض المواطنين أيضا يطلب استثناءات لمشاريع نقول من الدرجة الثانية؟ هل تحدث؟ هو طلبات المواطنين إن كانت حتى على مستوى أن يطلب لك المشروع يقام على أرض سكن. لكن يبقى للوزارة هنا اللي هو اتخاذ القرار. في عام 2010 صدر قرار من وزارة البيئة أو الشهر المناخية بعدم جوازية إقامة أي مشروع يحمل الطابع الصناعي على أرض ذات استخدام سكني أو زراعي. والمشاريع القائمة سابقا على أراضي سكنية أو زراعية أعطيت مهلة للانتقال للمناطق الصناعية. وتم في هذا الشأن تنسيق مع وزارة الإسكان حيث أن بعض المشاريع القائمة على أراضي سكنية يتعذر أو يتعلل أصحابها بأنه بعدم إمكانية الانتقال للمنطقة الصناعية بحكم أنه ما عنده أرض صناعي. ولذلك تم استحداث الآليات مع الأخوة في وزارة الإسكان وقد يكون المهندس حيثر بي فيه أكثر بالنسبة لسياسة إعطاء أو آلية إعطاء الأراضي الصناعية لمشاريع. المهندس حيثر التقرير بيه النموذج من مناطق الصناعية الموجودة في السلطنة والتي أصبحت لا تستوعب مشاريع جديدة والتوسع فيها غير مجدي. ورغم أن وجود هناك مناطق صناعية جديدة مستحدثة في السلطنة إلا أنه لم يتم نقل هذه المنشآت الصناعية إليها. يعني هنا التساول لماذا؟ وأين التنسيق المسبق مع ملاك هذه المنشآت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أشكركم على الاستضافة. وهي بالفعل فرصة أن نوضح لكم وللجمهور الكريم وجهة نظر وزارة الأسكان في هذا الموضوع الحساس. أنا قبل أن أجوابك على سؤالك أريد أن أعقب على ما قاله الأخ المهندس أحمد. هو أنعدام التواصل في الفترة السابقة بين وزارة البيئة وشؤون مناخية ووزارة الأسكان في كيفية التعامل مع هذه الحالات. أوجد بعض الفجوات التي استغلها المواطن لإقامة مثل هذه المشاريع. بالنسبة لهذا التقرير هو متعلق بولاية بدبد. ولكن دقيقة معكم هي مجرد خمس حالات. لا أقول مجرد حتى لو حالة هي بالفعل مأساة. يعني يجب الوقوف معها. نعم. يعني طبعا هذا نموذج وهي متكررة في العديد من الولايات. نعم في بعض الولايات نعم. خمس حالات تتراوح صدور ملكياتها في العوام بين الثمانينات إلى التسعينات. ملكيات قديمة. في الأوقات التي يأتينا المواطن لتجديد الرسم المساحي. لأن هذه الملكيات قديمة وغير مسقطة على الخرائط لدينا. ملكيات صدرت حتى قبل ما يتم استحداث مسمى التخطيط والمساحة في وزارة الأسكان. أو خلال تلك الفترة. فنحن بدورنا في التخطيط نقوم بملاحظة وجود موقع صناعي بالقرب من مخطط سكنية. فنقوم بوضع عبارة تأثير في الرسم المساحي إلى حين انتهاء الوزارة. من النظر في إيجاد حل لهذا الموقع. نعم. الآن المشكلة الحاصلة. لماذا لا يتم نقل هذه المنشآت للمناطق الصناعية الجديدة؟ أو تعويضها أولئي المواطنين أصحاب هذه الأراضي. لم يبدو تعويضها. بالنسبة لهذه الحالة التي عرضت بالنسبة لولاية بدبد. الوزارة لم تتلقى تجاوب من أصحاب هذه المنشآت. الوزارة حاليا قيد التنسيق مع سعادة الشيخ والي بدبد والجهات المختصة في الجلوس مع هؤلاء وطرح الحلول. حلول مماثلة ممكن أعرضها عليك الأستاذ أحمد في حالات مثل هذه. أو عرضت. هل عرضت على أصحاب هذه المنشآت؟ عرضت على أصحاب هذه المنشآت أن أراضيهم تحول إلى الاستعمال السكني التجاري. وينقلوا ويعوضوا بأراض صناعية في مناطق أخرى. لم يلقى هذا الشيء مبدئيا قبول. فالوزارة الآن باتجاه الجلوس والتنسيق مع سعادة الشيخ والي والي الولاية. والجهات المختصة سواء البلدية أو البيئة لإيجاد حل. أختصر الكلام للأسف في الفترات الماضية لم يكن تنسيق بينه وبين البيئة. بحيث أنه سواء في بعض الحالات لدى البلدية أو لدى البيئة لمجرد وجود ملكية صناعية. فهذا يخولهم حسب الأنظمة المتبع لديهم أنه يصدروا له مثلا ترخيص وكذا. إذن ربما نحن بحاجة إلى تحديث بعض الأنظمة والقوانين المتعلقة بالمناطق الصناعية. بما نتحدث عن ولاية بيد. هناك نموذج آخر في ولاية قريات. ومنطقة صناعية جديدة استحدثت وهي الآن متوفرة وبكامل الخدمات. ولكن ما زال المنشآت الصناعية موجودة في سوق الولاية. طيب أنا ممكن أي مشروع وأقولها من هذا المنبر أي مشروع صناعي في قائم على أرض زراعية أو استخدام سكني. الوزارة لن تتوانى أبدا في اتخاذ الإقراءات لنقل المشروع إلى منطقة. وفي حال تواجد منطقة صناعية في نقل المشروع إلى منطقة صناعية. وعندنا هنا صيغة الإلزام. إذن ماذا يعطل هذا الإلزام؟ ولكن هناك حاجة هنا محتاجة أن نذكرها. في بعض الأحيان لا تتوفر مناطق صناعية. وأحيانا تتوفر مناطق صناعية إلا أنه لا تتوفر بها الخدمات. فتبقى وزارة البيئة في موضع الحرج في أنها تضغط على صاحب المشروع بأن ينتقل المنطقة الصناعية. وفي نفس الوقت لا تتوفر الخدمات بهذه المناطق الصناعية. إلا أنه فعلا من واقع العمل خلال الثلاث سنوات الماضية. منذ صدور قرار الوزاري بنقل المنشآت الصناعية القايمة على أراضي استخدام سكني وزراعي للمناطق الصناعية. فعلا في مشاهدات من قبلنا كوزارة البيئة مناطق صناعية تعمرت بدون وجود الخدمات. وهذا حاجة يشكر عليها المتقاوبين من أصحاب المشاريع بأنهم يتقلوا لمناطق صناعية. إلا أنه بدون توفر فيها الخدمات. ومع هذا. ربما حاجة الولاية أو هناك عوامل أخرى جعلت سهلت من هذا الموضوع. نعم. حاليا فيه تنسيق قائم حقا بين الجهات المعانية. ولو اتطرقنا بأنه حوالي أكثر من 12 منطقة صناعية. نزلت فيها مناقصات لتوفير الطرق عن طريق وزارة بلالة الإقليمية ومعارمية. وهذا بشار طيب إن شاء الله فيه. إن شاء الله. المهندس معمر تصاريح إنشاء المنشآت الصناعية تأتي من وزارة التجارة والصناعة. ما هي اشتراطات الوزارة للحصول على هذه التصاريح والتي تحد من وجود المنشآت على مسافة قريبة من المناطق السكنية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أشكركم على هذه الاستضافة. وبداية قبل أن أدخل في هذا الموضوع. يجب أني أوضح أن المشروعات الصناعية في السلطنة قائمة وفقا لقانون تنظيم وتشجيع الصناعة. هذا القانون هو قانون صناعي موحد على مستوى دوال مجلس التعاون. وهذا القانون صدر منذ سنة 2008 ميلادي. ليس كل منشأة قائمة تعتبر منشأة صناعية ينطبق عليها تعرف المشروع الصناعي تسجل لدينا. فبعض المنشآت تعتبر من المشروعات البسيطة. وهذه المشروعات البسيطة لا تعتبر المشروعات الصناعية. وبالتالي لا يستلزم أن تحصل على موافقة معنا. بل بالعكس أنها لو جاءت وقدمت طلب معنا فإن طلبها سيتم رفضه. نعطي أمثلة مهندس معمر على هذه المنشآت التي لا يتطلب أن تحصل على تراخيص من مزارتكم. نعم. المنشآت هي مثلا المنشآت البسيطة التي نتحدث عنها مثلا الورش. أغلب الورش. ورش الحدادة. ورش النجارة. مشروعات مغاسل السيارات. وما إلى ذلك من مشروعات. طبعا نحن توضح للجميع أن أصل المشروع على أساس يكون صناعي يجب أن يتم تحويل مادة خام إلى منتج. أو تحويل مادة نصف مصنوعة إلى جهة تامة الصنع. أو مادة خام إلى مادة نصف مصنوعة. وهذا طبعا يجب أن يتم بقوة آلية. وبالتالي فلو نظرنا لهذا الضابط الذي هو تعريف المشروع الصناعي فنجد أنه ليس بالإمكان أن ينطبق على المشروعات هذه البسيطة. وبالتالي هذه المشروعات البسيطة لا تمر علينا. أما ردنا على سؤالك بأن التراخيص تصدر معنا. فإن وزارة التجارة والصناعة المديرية العامة للصناعة بالوزارة وفروع الوزارة في المحافظات تصدر تراخيص صناعية بناء على خطوات معينة. هذه الخطوات هي التي ستؤدي إلى أن الموضوع يكون منضبط بضوابط واضحة. أبرزها أن أي شخص نتحدث مثلا عن المشروع الجديد لو قدم صاحب منشأة صناعية لمشروع جديد. متى ما جاءنا الطلب وصل معنا في الوزارة يتم دراسته فنيا للنظر في الاستكمال إجراءات الداخلية الفنية وفقا أن الاستمارة معباة بالطريقة الصحيحة. بعد ذلك نقوم وفقا للموقع الذي حدده صاحب الطلب لإقامة مشروعه نقوم بمخاطبة وزارة البيئة وننتظر ونبلغ صاحب الطلب بأن طلبه تم إحالته إلى وزارة البيئة. ألا تتابع الوزارة التجارة والصناعة لا تتطلع على الموقع لا تزور الموقع بحيث أنه قد لتجنب أنه إزعاج السكان في تلك المنطقة. لو فعلنا ذلك لك أننا عملنا تداخل في الاختصاصات مع وزارة البيئة والشواء المناخية. لذلك نبعث لهم بالطلب ولا نمشي الموضوع إلا إلى أن يتم إفادتنا بالتصريح البيئي المبدئي. موافقة وزارة البيئة ويكون محدد بالمكان. وطبعا ما نرسله لوزارة البيئة يكون محدد حتى بالطاقة الإنتاجية. فقد يوافق على طاقة معينة للنشاط في مكان معين ولا يوافق على طاقة أعلى. هذا أساسها. بعد ذلك بعدما تجينا الموافقة من عندهم نصدر الترخيص الصناعي. هذا بالنسبة للأنشطة التقليدية. هناك طبعا موافقات أخرى قد تستلزم من جهات أخرى غيرا وزارة البيئة حسب نوع النشاط. فهذه ليست محور حديث. المهندس أحمد الهناي. توجد شكاوى لدى وزارتكم من سكان في مناطق ريسوت وكذلك الرسيل الصناعية. تأثروا من هذه المناطق الصناعية. ما هو حجم الضرر الذي سقلته في الوزارة من هذه الشكاوى؟ نسبة برقع لما تفضل به المهندس معمر على الموضوع اللي هو الورش أو المشاريع البسيطة. فعلا مثل ما تفضل هذه المشاريع. قال لا تصنف مشاريع صناعية. نحن في وزارة البيئة ناخذها كمشاريع تحمل الطابع الصناعي وهي إنشطة خدمية. فقال لا يطلب الوزارة تقارير الصناع بينه ويزود بمراسلات وغيره. ويبقى توطيد هذه المشاريع عن طريق وزارة البيئة أو شرم الأخي. ما تفضلت به فيما يتعلق بالشكاوى. لمنطقة الرسيل الصناعية ورسوت الصناعية. الوزارة ستقف مع كل شكوى الوزارة تأخذها بمحمل جد. وأنا أقولها بكل ثقة. كل شكوى تريدنا يتم اتخاذ الإقراءات فيها. يتم التحقق منها. وإذا موجد فعلا الضرر موجود على المشتكي سيتخذ الإقراءات. عادة ما هي هذه الإقراءات؟ نعم، لدينا الشكوى مثل هذه بالنسبة للمشاريع التي سبقها وأنها طرحت في التقرير وجود المشاريع هذه. هل الشكوى عن توطين المشروع في الموقع أو عن تقاوزات من عمل هذه الأنشطة؟ نعم، تقاوزات لدى المنشآت الصناعية. نعم، تقاوزات. إذا كانت بالنسبة لإقامة المشروع في الموقع فهذا له إقراءات إدارية سابقة. طبيعة استخدام الأرض. فإذا كانت أرض صناعية مثل ما أسلفت، صاحب المشروع له الحق بأنه يستغللها صناعية. ما رح يبنيها استخدام سكني. ولذلك أعطي الموافقات المؤقتة حتى إيجاد الحل من قبل وزارة الإسكان. وأنا حقا أستغرب أنه إذا كان الأخوة طرح عليهم هذا الحل بأنهم يعطوا أراضي بديلة صناعية لأصحاب المشاريع هذه. وتستبدل أراضيهم بسكن التجاري. هذا بالمناسب. في كوزارة بيئة سننظر إلى هذا الجانب. لأن مثل ما أسلفت الموافقات الصادرة من الوزارة مؤقتة. ومتى ما وقد البديل المناسب لأصحاب الأراضي هذه سيتخذ الإقراء بالنسبة لإقراءات نقلهم من الموقع. ربما هم أيضا ملاك هذه المنشآت ينظروا للجانب المادي. الكسب من هذه المنشآت في هذا المكان قد يكون أكبر لو انتقلت إلى مكان آخر حديث قد لا تتوفر فيه الخدمات. هو قد يكون صاحب المصلحة ينظر فعلا لمصلحته. لكن الجهات المعنية رأيها في هذا الجانب. وبالتالي إذا ما هو قيد البديل المناسب فليفترض على الجهات المعنية بأن نتخذ الإقراء. وحقا هذا الموضوع سيتابع مع الأخوة حتى مع وزارة اسكان بالنسبة للفعل. إذا كان الأصحاب المشاريع هذه المتفقين على الانتقال. إذا كان هناك ذكرت أن الضرر إذا كان من تجاوز لدى المنشآة كيف يكون التعامل معه؟ حجم الضرر يحكم الموضوع. إذا كان الضرر ذات تأثير بيئي كبير. وبالتالي فيه عندنا محاضرة ضبطة تسمى. أو حتى يصل الوضع بأن الموضوع يحال القضاء. علما أن بعض الأضرار لا تحتمل الانتظار. نعم. ممكن أنها يوم واحد لا تحتمل. في حالة وجود خطر داهم. الوزير الحق في وقف المشروع. والمدة شهر. ويجوز تقديد قرار الوقف هذا. نتكلم. لكن عندما نتكلم عن هذه المشاريع. المشاريع ما هو الخطر داهم. قد ينتق من ورشة صلاح سيارات. أو من ورشة غسيل. فهذه تأخذ الطابع التي هي مشاريع بسيطة. وتأخذ التقاوزات إن وجلت فيها. التي هي الشق البسيط والتي يمكن أن يعالج. أما بمحضر ضبط أو بإنذار أو برسالة. فقط توجه لصاحب المشروع. نعم. مهندس حيدر هناك أيضا بعض الشكاوى في منطقة المعبيلة الصناعية. يشتكي هناك بعض السكان. لا بد له أن يسلك المنطقة الصناعية حتى يصل لمقر سكني. كيف تعالج هذه الإشكالية؟ لقد روحي في ما يخص مخطط المعبيلة الصناعي. أنه أولا ضروري نوضح لكم أنه تصنيفات الاستعمالات الصناعية هي خمسة. هذه التصنيفات من وزارة الإسكان؟ لا بالتنسيق مع البيئة. يعني هناك صناعي خفيف وفي صناعي متوسط وفي صناعي ثقيل وفي مواقع تجميع المخلفات وفي المرادب. لكل واحدة إحراماتها التي هي معتمدة. وتم اعتماد هذه الإحرامات في العام المنصرم. وزارة الإسكان تعانى بشكل مباشر في أعداد الصناعات الخفيفة والمتوسطة. سابقاً كانت إحرامات المخططات الصناعية المصنفة كصناعي خفيفة سبعين متر عن الإحرامات المحددة من الوزارة المعنية. الإحرامات بين الاستعمال الصناعي والاستعمال السكني. سبعين متر. في العام المنصرم حدد واحد كيلو متر. هذا الواحد كيلو متر هل سينطبق على المناطق القايمة حالياً أم المناطق الجديدة؟ لا المناطق الجديدة. نعم. يعني تم بالاتفاق بين صحاب المعالي الوزراء في الجهتين. على أنه عبر مراسلات طبعاً. أنه هذا يطبق على المناطق الجديدة. وبالفعل جاري تطبيق هذه الحرامات. وللأمانة اللمسنا من البيئة. يعني وقوف والتزام كامل معنا. في أنه نلزم أصحاب الطلبات. أصحاب المواطنين الذين يفكروا يتجاوزوا هذه الحرامات. سواء بطلبات جديدة أو بطلبات امتداد لمواقعهم. فأرجع للمخطط المعبيلة رعي في هذه الحرامات. علماً أن مخطط المعبيلة يعتبر جديد أم قديم؟ لا مخطط المعبيلة قديم. كيف وصلت المناطق السكنية الجديدة لمخطط صناعي في منطقة المعبيلة؟ هناك الفواصل موجودة. يعني هي الفواصل للطرق. ومثل ما ذكرت هي المخطط مصنف لدينا كمخطط صناعي خفيف. نعم. والذي عرفوا أن السبعين متر ملتزم فيها. ومن ناحية ثانية أن جميع المخططات التي تعدها الوزارة تعرض على جميع الجهات ذات الاختصاص. هناك لجنة مثلاً أو هناك مثلاً تواصل مع الجهات الأخرى قبل تخطيط هذه المناطق الصناعية. هو منذ العام 1995 ووزارة الأسكان أول ما تعدل التصميم والتصور لأي مخطط. يتم أرساله لجهات مختلفة. البلدية والشرطة والبيئة وموارد المياه لأخذ موافقاتهم. إذن هناك جهات مختلفة تتعلق فيها تصنيفات المخططات سواء سكنية أو صناعية. ناخذ اتصالات معنا سعود الصوافي. تفضل سعود. السلام عليكم. مساء النور. تفضل سعود. كيف الحال شيخ طيب. حياك الله. أعطينا سؤالك مباشرة سعود حتى نختصر الوقت. سؤالي عن الأراضي الصناعية اللي بصناه. في مخطط كبير هنا يعني ويوزع الأراضي ما لأصحابين البلد لبلدان ثانية من المضيبي والفتح وغيره. ما حصلين. وأصحابين الشيان في الصناو. الفتح من المضيبي. ما حصلين الأراضي هذه الصناعية ولا التجارية. نعم. يعني استحوذوا كله من الأراضي عليه هنا. يعني أنت تسأل كيفية توزيع الأراضي الصناعية في المضيبي. أيوة. إذا مثلا أنت المدير تعرفه. ومزع بك حياتي. تريد أنت يعني. لأن منطقة زينة ثناو. في حركة فيجارية يعني. ما شاء الله. نعم. اسمه المواطن اللي في البلد. ما محفظ هذه الأراضي. من شيوخ ومن أعيانه وشيوخ يعني. نعم سعود يعني عذرا. ولكن هذا ليس يعني محورنا في هذه الحلقة. يعني توزيع الأراضي. تخبرهم اللي عندك يعني موجودين. نحن نتحدث يعني عن مخاطر وجود المناطق الصناعية في الأحياء السكنية. نعتذر لك وممكن أن نناقش هذا الموضوع يعني في حلقات قادمة. معنا أيضا سليمان الزكواني تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف صحتكم خيري؟ تفضل أخي سليمان. بارك الله ورحمة الله. أحسنتك. تفضل هل من سؤال يتعلق بهذا الموضوع مخاطر وجود المناطق الصناعية في الأحياء السكنية؟ عندي سؤال نعم لأن أنا بنفسي عايش الآن في وسط مستنقع الأراضي الصناعية. في فنقه. نعم. يعني الإخوة المهندسين هذين لما يوقعوا التصاريح. مثلا عندك وزارة البيئة والشؤون المناطقية. هل ترى هم يزوروا الموقع؟ نعم. زيارة الموقع قبل يعني. قبل أن يعطي المنشآت تصاريح. نعم. نعم. لأنني أنا هذا مجاورني مصنع طابوق الآن على البيت وورش ألمنيوم. ما نقدر نقلس بيتنا. أيها كان أول يعني سكنك أمل هذه المنشآت؟ والله المنشآت هذه حديثة. بس الأراضي محوطة قديمة. والآن يعني تم الإنشآت فيها. ما حكم الضرر يعني اللي تحصلوا أنتوا من هذه المنشآت؟ إيش الإزعاب اللي تحصلونها؟ الضقيق الضوضاء. نعم. يتطاير الديزل اللي بيوتنا. أطفالنا يشتنشقوا زيوت بكافة أنواعها. مغاثل السيارات قريبة من البيوت. نعم. أنت الآن أعظمني طلعت على التقرير هذا. نعم. شكرا لك سليمان. يعني سؤالك واضح. إن شاء الله نحصل إجابة من الأخوة. الإخوة بتخبرك الإخوة في نزوة. زاروا الموقع الطبيعة. وما وافقه التصاريح المصانع هذه. وما زالت هذه المشانية مستمرة؟ والمهندس أحمد الآن موجود في الستوديو. هو الأسف الشديد هو اللي وقع التصاريح. إذن أحمد هو من مخول أن يجيبك الآن. شكرا لك سليمان زاكواني. نأخذ التصال الثالث. سيف العوفي. تفضل سيف. سلام عليكم الله. عليكم السلام ونحوة الله. مساكم الله بالخير. الله يمساكم بالنور. تفضل سيف. موضوعكم طلع عمرك في غاية الإهمية. وإذا قئنا إلى التأثير. فهو التأثير أكيد سلبي. نعم. سواء كان من ناحية الإزعاج. سواء كان من ناحية الروايح. فأنا أسأل سؤال أولا. خلط المناطق الصناعية. وقربها من المخططات السكنية. كما هو الحاصل الآن معنا في ولاية الرستاط. في مخططات سكنية. وهي تقرب من المناطق الصناعية. يعني لماذا لا نبني قاعدة صناعية في كل ولاية. تكون بعيدة عن الأحياء السكنية. يعني تخصص هذه المنطقة. أو هذه تكون خاصة لمناطق الصناعية أو للأراضي الصناعية. ثانيا المسافة والتي تحدد بالكيلو متر من المصانع. يعني كم تكون هذه المسافة التي تفصل منطقة الصناعية عن الأحياء السكنية. سؤال الثالث كيف تعالج الوزارة ما كان خطأ في السابق من قرب المناطق الصناعية من الأماكن السكنية. وسؤال الأخير قرب محطة الصرف الصحي. وهذا ما لاحظت بنفسي من الأحياء السكنية والروائح التي تنبعث منها. وتصل حتى الطريق العام. ناهيك عن الناس اللي ساكنين قرب هذه المحطات أو محطة الصرف الصحي. يعني لا بل تكون هناك إحرامات أخي أحمد. شكرا لك سيف على هذه المداخلات وهذه الأسئلة. ونذهب مباشرة للمهندس أحمد. يعني والحالة التي تحدث عنها سليمان الزكواني في ولاية فنجة. يعني توضيح بسيط للمشاهدين عن أحد النماذج الموجودة التي تسبب زعاج للسكان من خلال الروائح أو الضوضاء وغير ذلك. نعم. هو ذكر لخ سليمان الذي هو في مشاريع قليل لم يتم إيجازتها من قبل إدارة البيئة في المنطقة وتم إيجازتها من ديوان عام الوزارة. حقيقة توجد صلاحيات لكل جهة في أمالية إصدار التراخيص وفق معطيات معينة. المشروع مثل ما قلنا هذه المشاريع الصناعية التي يذكروها هي عبارة عن أنشطة خدمية. بعد أن لازلت أذكرها بأنها أنشطة خدمية. حتى في التصنيف الصناعي في وزارة تجارة والصناعة غير مصنفة كمشارعة الصناعية. إلا أننا لن نكر بأنه قد يصاحب تشغيلها. يعني تأثيرات. إزعاج لها تأثير ولها ضرر على السكان. نعم. الضرر وهذا الجوانب. هل هناك زيارة تتم عن طريق الوزارة؟ نعم. أي مشروع خارج أي منطقة صناعية يتم زيارته. والتأكد من ملائمة البيئية. وهل يتوافق طبيعة المشروع مع موقع الذي سيقام عليه أم لا؟ فكل مشروع. أنا أحب أطمي الله سليمان. بأن كل مشروع يحمل طابع الصناعة ويحصل على الموافقة البيئة من وزارة البيئة. يتم زيارته وفق القانون. يتم زيارته قبل إصدار الموافقة البيئة. أما إذا كان داخل المنطقة الصناعية مخصصة. وبالتالي الوزارة بداية تعطي الموافقة البيئة للمنطقة الصناعية كامل. ومن ثم تنظر مستوى المشاريع بشكل انفرادي. دون الحاجة للزيارة. بعد ما نصرح للمنطقة الصناعية كلها. داخل المنطقة الصناعية لا يحتاج للوزارة بأنها تزور. لأنه طمنت بأنه لدي منطقة صناعية تم مراعاة الإحرامات. وفق ما تفضل بالمهندس حيدر. في الآونة الأخيرة صارت في إحرامات تم الاتفاق عليها بالجهات المعنية. وفي ذاك الوقت يقيم الجانب الفني فقط للمشروع نفسه. نعم. مهندس معمر نحن بحاجة لتحديث هذه القوانين. ما هو دور وزارة التجارة والصناعة بالاشتراك مع هذه المؤسسات الأخرى. يعني لراحة المواطنين من مثل هذه الإشكاليات. نعم. بالنسبة لوزارة التجارة والصناعة. نحن مثل ما أسلفت أن نحن شغالين على قانون الصناعة. وهذا الذي يخص في المنشآت الصناعية. الذي ينطبق عليها التعريف. بالنسبة للتعاون مع الوزارات الأخرى. سبق للوزارة أن عقدت حلقة عمل لقاء. مع جميع الجهات المعنية. أو نقول أغلب الجهات المعنية بالمشروعات الصناعية. فهذا اللقاء كان الهدف منه توضيح الإجراءات بشفافية بين الجهات الحكومية المعنية. وأسفر عن عدد من التوصيات. وبعض الملاحظات التي تبادلناها فيما بيننا. وكانت إيجابية. أما على صعيد القوانين. فنحن نتحدث عن قانون الصناعة. فهو قانون خليجي موحد. هذا القانون راعة بشكل واضح وتام. لا غبار عليه أنه لا يقام أي منشآة صناعية. إلا إذا كانت قد حصلت على الموافقة البيئية. بحال من الأحوال لا يجوز إلا بهذه الموافقة. مهندس حيدر في إطار الاشتراطات البيئية والتصاريح الصناعية. وأيضا متابعة استخدامات هذه التصاريح مع النمو السكاني المتسارع هنا. خصوصا في محافظة مسقط. على مسافة قريبة من وزارة الإسكان. يوجد هناك مصنع للصابون قرب حي سكني. السكان هناك أبدوا انزعاجهم. وهناك الكثير من الرسائل لمجلس الشورى. ولمجلس الدولة توضح أن هناك ضرر من هذا المصنع. ما هو تعليقه؟ أنا معامل بوجود المخطط المخطط. هذا المخطط قديم طبعا. نعم. أنا في وجهة نظري أنه في مثل هذه الأوضاع يأتي دور البيئة. في تقييد مثل هذه المصانع بالضوابط البيئية. وزارة الإسكان ليس لها دور في السلطة لنقل هذه المصانع من هذه الأماكن السكنية إلى مناطق صناعية جديدة؟ لا، أنا أرى أنه أكثر في هذه الحالات الآن القائمة دور البيئة أكثر مما هو دور وزارة الأسكان. من حيث أنه في وزارة التجارة على أعلم بهذا أنه في مواصفات أو شروط وضوابط ممكن تطبق أو تفرض على أصحاب هذه المصانع. للتقليل من الأضرار الناجمة من هذا المصنع. وزارة الأسكان يمكن أن يكون لديك سؤال لاحق. وزارة الأسكان ضمن اللجان تشكل مثل ما حصل في ما يخص مصنع أسمنت عمان. åما دائما تقوم بنقل، حسب الحالة. أحيانا نحن نقيم الوضع بالتنسيق مع الجهات المختصة. ووضعها بالتنسيق مع المنشأة الصناعية نفسها? نعم أن نقوم بنقل المنشأة الصناعية. لكن في بعض الأحيان العكس مثل ما في ما يخص ولاية بدبد. أنه بالتنسيق مع الجهات المختصة هو الأسهل والأسرع والأفضل نقل المنشأة الصناعية. المنشآت الصناعية ويبقاء حسب تقييم الوضع في كل منطقة يختلف لكن أنا أؤكد أنه في كثير من الحالات توجد هذا ما يتعلق بالمصنع يتعلق بشكل عام في الموضوع توجد كثير من الحالات التي وقفنا عليها التي هي وقف المنشآت لا هي لوجود منشآت أو صناعات خفيفة في أراضي زراعية أو سكنية خاصة متركزة في محافظة ينوب الباطن مهندس أحمد هل هناك منشآت قامت وزارة البيئة بوقفها تماما عن النشاط حتى تنتقل لمناطق صناعية جديدة كثير المنشآت فعلا لما أقول كثير نحن عندنا على مستوى السلطنة كانت فعلا في مشاريع قائمة على أراضي سكنية وعلى أراضي زراعية وتم إعطائها مهل حتى الانتقال وفعلا انتقلت ولذلك لما نتابع المناطق الصناعية في الولايات قبل ثلاث سنوات يعني نقارنها الوضع الحالي قبل ثلاث سنوات تجد يعني طفرة غير يعني تشعر بأن فعلا طفرة كبيرة صارت خلال هذه الفترة القصيرة ثلاث سنوات ففعلا في مشاريع تم إيقاف عملها في مواقع معينة اللي خارج مناطق الصناعية في ظل هنا يحكمنا الشيء معين توفر منطقة صناعية في الولايات لكن أنك تطلب من صاحب من شيء بأنه ينتقل طيب ينتقل وين إذا كان ما في مواقع يعني عادة تمنح مهلة للمنشأة الصناعية نعم هو حاليا الإقراء واضح لجاء وزارة البيئة أي مشروع لا يجوز إقامته على أرض سكن أو زراعي هذا مطلق في كل السلطنة أي مشروع سابق قائم سابقا على أرض سكنية أو زراعية يتوجب نخله نعم المشاريع في حالة عدم توفر منطقة صناعية في الولايات يجوز لإقامة المشروع على أرض تجارية لكن السكنة هذا مرفوض تماما عطفا على كلامك لو سألك المهندس حيدر بالنسبة لمصنع بحر أو صابون بحر صابون بحر صابون بحر نعم المشروع قائم قد يكون وصار الزحف سكاني علي كثير هناك توزيعات أراضي سكانية نعم لابد أن تتعمق هو المشروع قائم سابقا وهناك زحف سكاني باتجاه المصنع في تنسيق قائم بين وزارة البيئة وبين إدارة المصنع بإيجاد الحلول المناسبة وما من مصرحة المصنع بينه يستمر أنا أقوله صراحة ما من مصرحة المصنع بينه يستمر في موقعه لأنه لن يسمح له لو طلب التوسع لن يسمح بالتوسع سيكون تحت عين الوزارة لأي تقاوز بسيط وبالتالي محسوس من قبل المجاورين أليس هناك ضرر الآن للمنطقة السكانية من وجود هذا المصنع وبالتالي لماذا لا يوقف المصنع فورا وقفه فورا هذا يعني محتاج لنا وقفه في روحنا بداية على أساس أنه توقف مشروع وأنت أجزت إقامته في الموقع هذا من قبل جميع الجهات يعني الوقف الفوري ما نتقه له كم سيحتاج حتى ينتقل هذا المشروع حسب الطلاعي بأن المشروع حاليا عندهم مشروع آخر في منطقة الصحار الصناعية وفي توجه من قبل المصنع بمتابعة حتيثة من قبل وزارة الميئة في أنه ينقل هذا المشروع لل المشروع القائم في منطقة يعني سيكون توسع للمشروع القائم في منطقة صحار الصناعية وبالتالي إن شاء الله سينتقل هذا المشروع مهندس معمر سؤال ربما يقلق أيضا القائمين في المناطق الصناعية وهو وجود بعض المقاهي والمطاعم في هذه المناطق الصناعية دون وجود الاشتراطات الصحية لهذه المقاهي والمطاعم فكيف حصلت على تصاريح لتكون داخل المنطقة الصناعية من الطبيعي أنه في أي منطقة صناعية لا تكون منطقة صناعية يعني كأراضي موزعة لمصانع فقط إنما أي منطقة صناعية تحتاج إلى خدمات لكن هذه المطاعم في داخل يعني داخل المنطقة الصناعية وليست مثلا في إحراماتها وخارجها. نعم داخل المناطق الصناعية. هي المسألة أنه وجود المطعم ليس هو المشكلة. قد تكون مشكلة ما يصل إليه من تلوث من المصانع القائمة. فبالتالي الضبط في المصانع لا يمنع أنه المقاهي تكون موجودة. بالعكس المقهى شيء أساسي. وأيضا هناك أضيف إلى ما تفضلت فيه. وأنه هناك إدارة أيضا. وقالت في المناطق الصناعية. وفي داخل المنطقة الصناعية. وبالتالي هناك موظفين. وهناك موظفين داخل المصانع. وبالتالي هذه حاجات أساسية يجب أن تكون موجودة. الرقابة تكون موجودة في هذه المناطق الصناعية على هذه المطاعم وعلى هذه المقاهي. مؤكد من جهة المعنية. بشكل مستمر. نعم. مهندس أحمد من ضمن الأسئلة التي طرحها سيف العوفي. هناك خلط من المخططات السكانية. وكذلك ذكر أن هناك المسافة بين المنشآت. ووضحها المهندس حيدر. لكن كيف نعالج الأخطاء السابقة في هذه المخططات؟ قبل. هو حق بالنسبة للإحرامات التي وضعت بالنسبة للمناطق الصناعية أو المخططة الصناعية على المناطق السكنية. كما أسأل المهندس حيدر بأنه سابقا كانت الإحرامات 70 متر. الفاصلة أو المعتمدة لجهة المعنية. مؤخرا تم استحداث إحرامات. لا زالت. نقول لنا تم العمل بها بالاتفاق بين الجهات المعنية. ولا زالت تستدارس. لكن كما بدأيا اشتغلنا على هذه الإحرامات. لكن حابة وضح حاجة. لما نقول كيلو المسافة الفاصلة بين المنطقة السكنية والمنطقة الصناعية. هذه مسافة ماهينة. على المشارع بسيطة. وعندما نقول مساحات كبيرة ستهدر لو تركناها بهذه الآلية اللي هو الكيلو. وضعنا الكيلو بين المنطقة الصناعية والمنطقة السكنية. إلا أن المنطقة هذه لا بد أن تستغل في أمور أخرى. يعني لا يمكن أن تكون منطقة صناعية ويستفاد من 500 متر أو أقل أو أكثر في خدمات أخرى. وبالتالي هذا التوجه. لكن لا تكون فاضية. شكرا لك مهندس أحمد. وشكرا لجميع ضيوفنا في الستوديو. وشكرا لكم مشاهدين العزاء على متابعة هذه الحلقة. ونلتقيكم بمشيئة الله تعالى في الأسبوع المقبل ومواضيع متجددة. شكرا لكم وإلى اللقاء. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر